واستكمالاً للمساعي التي تعتمدها في المهنية ومواكبة التطورات العلمية المعتمدة عالمياً أقامت جامعة تكريت وبالتنسيق مع كلية الصيدلة ندوة علمية للتصنيفات الجامعية العالمية ودراسة كيفية الدخول فيها من خلال اعتماد المناهج والطرائق الحديثة وخلال الندوة قدم رئيس الجامعة الدكتور وعد محمود التهاني لموظفي العقود الذين تم تثبيتهم على الملاك الدائم داعياً إياهم لبذل المزيد وتقديم الأفضل للارتقاء بالجامعة ودخولها أهمى التصنيفات العالمية تقيم جامعة تكريت هذا اليوم بالتنسيق مع كلية الصيدلة في الجامعة وقسم ضمان الجودة ندوة مهمة تتعلق بالتصنيفات الجامعية العالمية ما هي هذه التصنيفات؟ ما أهميتها؟ الخطوات الواجبة لدخول هذه التصنيفات وكذلك تقييم واقع الجامعات العراقية والخطوات المهمة الواجب اتخاذها لدخول جامعاتنا لهذه التصنيفات المهمة حقيقة وضعنا في الخطة الاستراتيجية للجامعة هدف واضح هو أن ندخل للتصنيفات المهمة كتصنيف التايمز وتصنيف الشيماغو وكذلك تصنيف شنقهاي الهدف أن نذهب إلى العالمية وهذا هدف كل الجامعات العراقية فالجامعات اليوم تتنافس على دخول هذه التصنيفات ومعالي الوزير حريص على دخول جامعاتنا لهذه التصنيفات المهمة ودائما ما يذكر أن العراق كبير ويجب أن يكون دائما موجود في هذه التصنيفات تقييم جامعة تكريد بالتعاون مع كليت الصيدلة وقسم ضمان الجودة والأداء الجامع الرئاسة جامعة تكريد الندوة العلمية عن التصنيفات العالمية ما لها وما عليها وكيفية دخول الجامعات العراقية لهذه التصنيفات وأهمية هذه التصنيفات لما تعطيه من إبراز لدور الجامعة وتأثيرها وأهمية للمجتمع وخدمة المجتمع وإبراز دورها الحضاري ولرفع المستوى العلمي والثقافي والفكري للطلبة والتعريف بالكادر التدريسي لهذه الجامعة وما تحقق للجامعة من مستويات علمية عالية بإشراف مباشر من قبل السيد رئيس جامعة تكريد المحترم والسادة الدكتور وعد محمود رعوف قامت عمادة كلية الصيدلة بالتعاون مع قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي ندوة تعريفية بالتصنيف العالمية الجامعية ما لها وما عليها والهدف من هذه الندوة هي التعريف بالتصانيف العالمية والمؤشرات لهذه التصانيف وكيفية الدخول لهذه التصانيف من قبل الجامعات الهدف من هذه الندوة أيضا هو الارتقاء بالواقع التعليمي في الكليات والجامعات والهدف الأساسي هو الدخول في هذه التصنيفات العالمية اشتركوا في القناة